النور أحبائي دلالة على الخلاص وعلى الاستنارة الروحية أيضا تعرفوا لما الرب لمس شاول الترصوصة على الطريق إلى دمشق في أعمال 26 مكتوب قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب يعني اليهود ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله فلاحظ عكس النور أو النور هو غياب الظلمة بيتكلم الظلمة تحت سلطان الشيطان تتكلم عن العمل روحي بيتكلم عن الجهل فالإنسان عندما يصل إلى هذا الوضع يكون في جهل يسلم نفسه لأي أمور عالمية أو شهوات لكن النور يفضح لأن كل شيء يتوبخ في النور تعرفوا أحبائي لما النور بيشرق والإنسان بيرفض بيجيب على نفسه الدينونة مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة من الأصل كانت شريرة فنور المسيح نور الإنجيل نور عمل المسيح بقوة الروح القدس ينير كل مكان هذه البلد اللي شايفين أثرات الهياكل والمعابد والمصارح اللي بتتكلم عن عظمة اليونان والرومان انتشرت المسيحية في هذه الأماكن وبنيت الكنيسة في أفسوس وكانت نور للأمم وكانت نور لتشرق في كل مكان حتى الناس تؤمن وتخلص بمعرفة ربنا يسوع المسيح أسلك كأولاد نور إذا أنت مؤمن ما تعيش في الظلمة لأن إبليس بيعمل في المناطق المظلمة لكن إذا أخدت النور أسلك كأولاد نور لا تشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخها إخوتي وأخواتي بصلي إن هاي الدراسي كانت بركة لحياتك من أفسوس رب يباركك وتواصل معنا ترجمة نانسي قنقر